من ضمن أسئلة الناس اللي عندها يقظة المحيرة جدا أنه يخاف على نفسه أنه هو يكون حسود فيخاف على الناس من نفسه ودي على فكرة حيرة بتصيب الناس اللي عندها طبع رقيق وعندها صدق مع نفسها زي سيدنا عمر لما سمع عن المنافقين راح لسيدنا حذيفة وقال له هل عدني رسول الله من المنافقين هو قالك على اسمي ودي فيها حالة من اتهام النفس ومراجعة النفس لكونش أنا كده وأنا مش واخد بالي والحيرة في الموضوع ده يعني يقطعها أو يسكنها أو يخليك فاهم أنت كده ولا لأ لما تشوف الأدامك بينجح لأن تنافس الدنيا بيخلي البني آدم في وقت من الأوقات في مقام متأخر مش في مقام سابق بنتنافس مع بعض في الشغل بتنافس مع بعض في الرياضة أيا كان وهي علامة واضحة جدا ربنا ذكرها في القرآن إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها أول ما تلاقي نفسك عندك ضيق لنجاح إنسان مش مبسوط له لأنك شايفه بيدحك وفرحان أول ما تلاقي الضيق ده تعرف إن فيه شيء دخل في القلب من عدم الرضا بقسمة الله إن ربنا رزقوا دلوقتي وأخر الرزق عنك دلوقتي أو شاء إن يرزقك في شيء تاني ومن هنا بتيجي بذرة الحسد وهفكرك إن الحسد جاية من حشرة الحسد اللي هي القراض اللي بتمص الدم ويقال إن الحسد تسمى حسد جاي من القراض لأن الإنسان بيأكل في نفسه وزي ما قال الشاعر لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله الحسد بيقتل يعني بيأذي صاحبه أكتر ما بيأذي المحسود وهنا لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع في قلبي مؤمن إيمان وحسد كان بيلفت نظرك إن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسه وأنا النهاردة لما أنجح أحب لللي قدام إنه يفرح لي حتى لو أنجحت في نفس مجاله دي أرزق ربنا اللي مقسمها وإحنا اجتهدنا وأنا خدت نصيبي وأنت كمان خدت نصيبك فساعتها لما أنت ما تفرح ليش أنا تدايق طب أنا كمان لو ما فرحش لحد بينجح أدامي ولا حد تجوز قبلي ولا حد نجح بتأدير أكتر لازم أخاف على نفسي من بذرة الحسد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فلا آه ممكن أبقى حسود وأنا قدت لك علامة هي علشان برضو إيه تقفش نفسك زي ما يقولك وتقول أنا هنا ما كانش شعوري طيب ولا نفسي مرتاحة تجاه الإنسان ده بس فيه سؤال تاني بقى دايما نسمع أهلنا بيقوله ما يحسد المال اللي أصحابه وأنا ممكن أحسد مالي آه قال إيه قال إن سيدنا النبي قال العين حق وفيه نظرة عين على ممتلكاتي أنا أبصه أبص عليها بعيني أنا تبقى سلبية وممكن تبقى أحد أسباب سلب النعمة دي قالوا نظرة إيه؟ قالوا نظرة الفخر والعجب والكبر اللي يبص الحكته بنظرة الأفضلية على الناس ساعتها ده ما يحسن المال لأصحابه بص على عيالي أحلى من عيالك بص على فلوسي وعربيتي أحسن منك فلا أذكر فضل الله إنما أذكر نفسي واذكر دونيتك خدوها منين العلماء؟ خدوها من قصة أصحاب الجنتين في صورة الكهف لما جاب صاحبه وشاوله قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا الممزة مخشري في تفسيره الجميل الكشاف بيقول إنه جاب إيد صاحبه وقعد يفرجه على ممتلكاته بفخر طيب قالوا يعني إيه ظالم لنفسه؟ قالوا يعني ذاكر لفضله ونسي فضل الله فعرض نفسه لسخط الله يبقى كده ظالم نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه نظرة العجب للنعمة أنا أحسن من الناس اللي معندهاش دي النظرة اللي مش حلوة طيب نعمل إيه لو كنت أنا حسود ولا خايف إن أنا أحسن مالي ولا حاجة شوف الأيوها الحائر كلمة صغيرة قوي سيدنا النبي قالها لك عشان ما تحترش لو خايف من قلبك على حد إنك تحسده أو خايف من قلبك على ممتلكاتك كلمتين قال صلى الله عليه وسلم ما لأحدكم يقتل أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه شيئاً يعجبه فليبرك يعني يقول تبارك الله بس خلاص لما تشوف حاجة على جبالك قول ما شاء الله تبارك الله خلص تأثير العين والحسد أمام هذه الكلمة التي فيها النسبة نسبة الفضل لربنا فما شاء الله أن أنت تنجح وننجح في حاجة هذه مشيئة الله ما شاء الله وتبارك الله يعني ربنا صاحب البركة في الحاجة دي مش أنا فإذا قلت ما شاء الله تبارك الله يبقى تطمن إن شاء الله لا تبقى حسود ولا تحسن منك